اشتركوا في القناة خبراتهم ومهاراتهم بالحياة أيضاً وصولاً لكبار السن يلي هنا بحاجة لرعاية للتكيف الاجتماعي والنفسي بالوصول لسن التقاعد بتكون مرحلة أكيد صعبة وبالنهاية المساعدة لتأمين سبل العيش أكيد كل هالتفاصيل وأكتر لح نحكيها مع ممثل الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية اللي صار معنا ضمن الستيديو الأستاذ ماهر شيخاني وحيكون معنا أيضاً مداخلة عبر السكايب للأستاذ واجب الدرزي كما لحتى عرفنا على النشاطات الجمعية بشكل أوسع وأكتر أهلاً وسهلاً فيك أستاذ ماهر أهلاً وسهلاً فيك أستاذ ماهر يعني بدايةً نحنا حكينا قسم عن الجمعية وعن رؤيتنا لكن نحنا بحاجة لأحداً من أهل البيت يخبرنا عن تأسيس الجمعية الرؤية يلي قدت لإلى وأهم أهدافها حقيقةً تأسست الجمعية بسمة 2009 بـ 15-17 وميلادها للجمعية كانت البداية من معحد خابن وليد الإحداث جاني حين نعم كان الفريق 15 شخص بسبب الحرب اللي صارت على سوريا أدى لأنه تتوسع أعمال الجمعية حالياً الجمعية سورية موجودة بـ 230 موقع بـ 13 محافظة بفريق متطوعين 3000 متطوع وألف موظف رؤية الجمعية أو خلينا نقول الشغف إحنا منسميه شغف للجمعية هو الأولوية الكبرى لفئة الشباب فئة الشباب اللي إحنا يعني هو مغزى العمل تبعنا بالإضافة للأشخاص المهمشين لأنه إحنا شعار الجمعية هو على الهامش وبالصميم هو شعار نطلقنا منه لننشتغل بكل الأنشطة للإحنا نشتغل فيها استرجاع النفوس ترميم النفوس استرجاع الحياة هو رؤية وأهداف من أهداف الجمعية العمل على أعلى المستويات المهنية حتى أنشاطتنا كلا تتفاعلية مع كافة مكونات الشعب والمجتمع نعم طالعما نحنا نحنا منحكي عن نشاطات موجهة لكافة فئات المجتمع بدنا نحكي بداية عن النشاط الموجه لليافعين لو هيك تخبرنا تفاصيل عنه حقيقة نحن نشتغل مع اليافعين بكافة أنشط الجمعية منها التعليمية الترفيهية الثقافية حتى بدور الإصلاح لن نستهدف اليافعين وبرامجنا كثير هي قريبة منه نحن نحن نحكي عن برنامج شبابيك برنامج دنيانا برنامج مجموعات الصداقة نحن نشتغل معه هون زميلي واجب لحيكون أكثر توضيحا مني بهذا الشيء أكيد الأستاذ واجب معنا عبر الاسكاب لحيخبرنا تفاصيل أكثر بس بداية بدي تسمح لي نرجي المشاهدين شوي من منصة المسرح التفاعلي ومنصة شبابيك الإلكترونية اليوم شو متقدم على أرض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي كتير بشع لما تحس الناس عم تتهمس عليك والأبشع لما تسمعن وتشوفن عم يحقوا عنك اشتركوا في القناة وهلأ متابعين معكم متابعينا لحتى نحن نحكي أكثر عن منصة شبابيك الإلكترونية وكتير من النشاطات الثانية وبدنا نقول مسأل خير للاستاذ واجب الدرزي وهو مسؤول برنامج المسرح التفاعلي وليسار معنا عبر سكايب يسعد أوقاتك يسعد أوقاتكم أهلا وسهلا بكم استاذ خلينا بداية نحكي عن التوجه لليافعين عم يصير في طرح قضايا للرأي العام لحتى يأثروا وأيضا يتأثروا اليافعين بهذا التابع فاليارت تخبرنا تفاصيل أكثر نحن من خلال برامجنا بالجمعية وملفات الجمعية اللي هي حماية الطفل في القائمة عن نوع الاجتماعي والدعم النفسي الاجتماعي نقدر نتدخل تدخلات نفسية مع الأشخاص المهمشين بالمجتمع هذول الأشخاص المهمشين هنن نحن نستهدف أكثر شيء في فئة اليافعين يمكن لأنه هي الفئة اللي تأثرت كتير بفترة الحرب أو بفترة الأزمة اللي مرت عليها بلدنا صحيح أحد المنصات اللي قدرنا نحاكي فيها هاي الفئة هي منصة شبابي اللي هي قناة افتراضية تفاعلية هاي المنصة بتقدم فيها عروض تحكي عن أصص خبرات واقعية مرفية هذول الأشخاص اللي هن نعفعين بحياتهم أغلب هاي الخبرات كانت تعتبر محطات مفصلية بحياتهم مننا للسلبي ومننا للإيجابي هذول الأشخاص وعن طريق تدخلاتنا كجمعية بالشكل العام ومن خلال برنامج المسرح التفاعلي بالشكل الخاص رح نحاول نفتح شبابي كمسكرة لنقدر نوصل صوت هذول الأشخاص المهمشين للمجتمع كون القضايا اللي عم تنطرح هي قضايا اجتماعية يعني بتحتاج لمشاركة مجتمعية وحلول مجتمعية من قبل المجتمع من خلال هاي المنصة نحن عم نعرض فيديو عن قضية طلعت من خلال تدخلاتنا رصدناها مشكلة اجتماعية ومنتظر تعليقات المشاهدين على هاي المنصة على الفيسبوك لحتى نشوف قديش هنو قادرين يكونوا مناصرين للفكرة أو ضد الفكرة قديش قادرين يعملوا دعم لهذه القضية في طرح حلول من قبل المتابعين؟ تماما هلأ في ضمن الفيديوهات في شخص هو جوكر اللي بيطرح اسئلة موجهة بالشكل مباشر للجمهور أو للمشاهد لحتى يطرحوا حل أنه إنتوا لو كنتوا محل هذا الشخص اللي هو مهمش شو بتساوي أو شو الحل؟ فأغلب التعليقات اللي بتكون موجودة ضمن هذا العرض أو ضمن هذا الفيديو هي حلول بتكون باتجاهنا نحن لو كنا محل هذا الشخص بنساوي هيك بالعادة بيكون في حالة المسرح نحن كنا منفعل الجمهور على المسرح وبناخد الآراء من الجمهور بسبب جائحة كورونا وبشان كرمال موضوع إجراءات السلامة العامة والصحة العامة نحن انتقلنا على الواقع الافتراضي فالتعليقات هي اللي بتكون مشاركة الجمهور وتفاعلهم وحلولهم يعني أستاذ نحن من خلال هاللمحة اللي عطيتنا ياها قدرنا نعرف ليش شبابيك وقدرنا نعرف كيف عم بيكون المسرح التفاعلي مثل ما قلت دائما خشبت المسرح فيها فعل وتتلق قارة فعل فبنا نعرف من حضرتك كيف عم بتلاقوا الأثر على اليافعين نفسهم يلي هني عم يكونوا أبطال القصص وعلى المتابعين عم تحققوا الرضا يعني من خلال عملكون أول عرض ما احنا عرض ما على قناة شبابيك واللي هو هلأ متواجد على المنصة هو عرض عن قضية التنمر واللي هو ضمن حملة بلشناها ببوسترات عن التنمر وهلأ صارت عرض ما فيديو ممكن انتبعها بالشي تاني ممكن له علاقة بالشي فني هلأ الأغلب التعليقات اللي أحيانا بتكون يعني سلبية أو مانا موجهة صحة أو الحلول ما كانت بالشكل الصحيح أو مؤذية للشخص اللي عم شاهد اللي هو صاحب القضية بتلاحظينه اليافعين هنه اللي عم بيردوا يعني هنه اللي عم بيجابوا بطريقة كتير لطيفة من دون تجريح نفس اليافعين اللي يطرحوا القضية هنه اللي عم يجابوا مو جمعية ولا موظف جمعية فنحن ما عم نكون طرف ونحن عرضنا القضية وخلينا اليافعين اللي عرضوا واللي عم يتفاعل يتفاعلوا بحوار معين ونصلوا لحل العي القضية تمام شكرا شكرا كتير لإلك أستاذ واجب على اللمحة السريعة اللي عطتنا ياها لمنصة شبابيك الإلكترونية إن شاء الله بالتوفيق هلأ مشاهدينا لح نرجع على استوديو والأستاذ ماهر شيخاني لحتى يخبرنا أكتر عن تفاصيل الأنشطة المقدمة والموجهة للسيدات يوم في سقل مهارات وأيضا اكتساب خبرات عم يصير من قبل السيدات بجمعيتكم لو تخبرنا حقيقة نشتغلنا كثير أعمال مع السيدات وتحديدا يعني إذا بدأ نضوي على الشغلات اللي كانت كثير فيه إلى صدى وأسر إيجابي اللي هو التدريب المهني للسيدات بعد ما صارت الحرب على سوريا وتداعياتها والآليات تكيف السلبية اللي اتبع البعض صار الاتجاه نحو التعزيز الاتجاهات الإيجابية مطلب وبصراحة خلينا نقولها بشكل مبسط أكتر أنه المرأة أغدت الرجل وأغدت مكانته صحيح يعني صار في عنا تغيير بالأدوار هذا الشي صار عنا فجوة بين الاحتياجات السوق وبين الموارد البشرية اللي موجودة عنا صار الشغل على تدريب السيدات بمهن توائم احتياجات السوق نحن عم نحكي عن مهن أحيانا كانت هي حكر على الرجال عم نحكي عن مثلا مثل مثل التمديدات الكهربائية التمديدات الصحية طبعا المهنة اللي بتناسب طبيعة الجسدية للمرأة ولاقت نجاح كتير كبير وفي سيدات يعني بجعبة الجمعية قصص نجاح كتير كبيرة عن سيدات اكتسبوا هاي المهارة من خلال برنامج تدريب المهني وحاليا عم يشتغلوا بمهنه إلى الآن احنا عم نحكي من 2016-2017 تقريبا البرنامج كان بالزروة تبعه معناها يعني صار في عندكن هلأ خلينا نقول رؤية عن نظرة المجتمع لدخول هالمهن هاي بشخص المرأة يعني صار لازم قيمتوا التجربة فكيف تلع معكم؟ بداية كانت كتير بصراحة تجربة يعني كانت ردود الفعل ما كانت كتير إيجابية من المجتمع وكانت تتعرض لبعض التنمر وهذا شي طبيعي متوقع متوقع تماما بس العمل كان على تعزيز ثقافة المرأة ثقة بنفسها من خلال برامج جمعية برامج البي اس اس اللي هو الدعم النفسي برامج جي بي في وما إلى هناك ما في سيدات نسحبوا؟ يعني لو أنه التجربة صعبة وقاسة وقالوا خلاص ما حنقدر نكمل نسحبوا ورجعناهم الرد حلو كتير حلو كتير في عندكن أصرار خلينا نحكي هلأ عن كبار السن ولو بلمحة بسيطة في نهاية حوارنا؟ كبار السن نحن نبلش نستهدفه من عمر الستين وما فوق بضمن برنامجنا اللي احنا كتير منعتز فيه اللي هو ذهب عتيب أما بيدور الرعاية بيكون هذا البرنامج يدور رعاية المسنين أو من خلال مراكزنا المجتمعية الموجودة بالمحافظات أو من خلال الزيارات المنزلية في عندنا برنامج اسمه الرعاية المنزلية اللي بيكون بالتعاون مع الشريك الشريك اللي هو الزوج أو الإخت أو ما إلا هنالك تقديم برنامج ترفيهية ثقافية صحية وأحيانا مساعدات طبية ومساعدات عينية وما إلا هنالك عم يكون معنا كبار السن هنم يشاركينا بكافة الخطب والأنشطة اللي اللي عم يتلقوا يعطيكم كل العافية أستاذ ماهر مشيتوا الطريق من أوله يعني بديتوا مع الأطفال توعيتهم اهتمام فيهم رحنا لليافعين بعدين مرورا بالمرأة السورية ضل الحرب القاسية وأخيرا مع كبار السن يخليكم بها الهمة ودائما مع أفكار جديدة ومبتكرة نعطيكم الله عافية شكرا شكرا لكم شكرا لكم